تنطلق فعاليات دورة الثلاثين من مهرجان القلعة الدولية للموسيقى والغناء يوم الأربعاء المقبل على مصرح المحكى وأكد رئيس دار الأوبرا مجدي صابر أن تأجيل افتتاح المهرجان جاء حدادا على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة مضيفا أن الفعاليات تستمر حتى الـ 31 من أغسطس الجاري وأشار إلى أن حفل الافتتاح يشهد تكريم عشرة شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي